استاذ محمد من اسكندرية. استاذ محمد من اسماعيلية معلش يعني من منطقة رايبة من بعضها. استاذ محمد اتفضل. عليكم السلام عليكم. معلش انا لسف صغير كده. اتفضل يا استاذ محمد. انا طبعا بشتغل وعندي رجل عندي سبعة وخمسين سنة. ومعي مبلغ من المال. معي مبلغ من المال. المبلغ دوت كان في حاجة في عقار. وانا العقار انا باتوا وشيلت المبلغ دوت. وعندي اولادي انا طبعا متكتل بيهم على طول. يعني مش مصاب معرفة حاجة. وبياخدوا كل حاجة. يعني شاب عليين الحمد لله رب العليم. طيب. هل هم يغوز ان هم بقى يعني يجوا يحجروا علي بالنسبة للمبلغ دوت. اللي معايا ويقولوا المبلغ ده يتقسم علينا دلوقتي وهو كلام ده كله. والله الوضع ايه بالزبط. اعوز بالله على سوق الاخلاق. ليه هيعملوا كده? اسألك سؤال استنى بس. وده سؤال ملوش مش هيأثر على الفاتوه اوي. هو انت قلتولهم ان انت هتروح تتجاوز بالفلوس دي? لا. هتعمل قلتولهم هتعمل ايه بالفلوس? بوصف حضرتك انا انا طبعا انا يعني انا اه قدامي سلاتين ثلاثة واقل عم عايش. قولي يا سيدي قلتولهم هتعمل ايه بالفلوس? انا عايز اعمل مشروع بالمبلغ دوت. واقال ام اولادي واو كلام ده كله. هل من الممكن ان امه دلوقتي يقولوا للتباع تبيه وازاي تبيعه او قلت ده كله ولا ايه الوقت? لا 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 مش من حقهم خالص. بوصي سيدي. الشخص اللي من حق اولاده يتكلموا عنه والشخص اللي عنده سفة. واللي حضر عليه القاضي. اسمع بس يا حبيب. اسمع بس يا استاذ محمد. يبقى هو الشخص اللي عنده سفة ده ما ينفعش اولاده يروحوا جايين حاطينه يديهم على فلوسه. لازم يرفعوا امره للقاضي. لاني لو كل واحد ادعى ان فلان ده سفيه واناخد فلوس وانحجر عليه. ما حدش يخلي فلوس حد. لاني الانفس احضرت الشوح. فإيه اللي حاصل? فكل واحد وفكل واحد ممكن يدعي ما الحد وياخده. فالحل فاليه الحال? ان ما ينفعش ان حد يحجر على حد الا بقضاء القاضي. الا بقضاء القاضي عشان هو يقدر الكلام ده. الامر التاني بقى. ان انت حر ان تتسرف في مالك. افرد انت عايز تغير الكرير بتاعك. عايز تدخل في عالم التجارة. وعايز تدخل في عالم التجارة عشان تأمن نفسك. عايز تعمل اي حاجة. ده مالك وانت حر فيه. نصحتي ليك ان انت خطط للي انت هتعمله ده لكي لا تقع في اضاعة المال. بس. يبقى انا نصحت لحضرتك انه عليك باحسان التخطيط. عليك بالاتقان في التخطيط. وخاصة ان ان سنك ممكن يكون متعملش مع فنون الادارة بشكل كافي. اما انك انت لو كنت احسنت التخطيط فانت من حقك ان انت تتصرف في مالك. سواء انت تتصرف في مالك مع حسن تخطيط او مع غيره. اولادك ما لهمش حق في هذا المال. هما هيبقوا ورثة اذا حصل انتقال اذا حصل وفاء للمورس اللي هو حضرتك وربنا يديك الصحة والعافية. ساعتها بيبقى لهم حق في هذا المال. قبل كده هم مالوشوا اي حق في المال ده. ولازم نعلم اولادنا بلاش الطريقة دي. ان هما يحسسوا اباقهم ان هما كيس فلوس. وان هما عبارة عن خزنة. ايه اللي حاصل الفلوس اللي عندك دي بتاعتنا. ويشيلوا الكلمة اللي كان بتتقال زمان بعد عمر طويل. لا مش من حق حد يتصرف في مال حد ما دام حيا.